نعم المعيار المحاسب الدولي السبعطاش اللي تم اعتماده من مجلس المعايير المحاسبية الدولية الاي اي بي اس في الالفين وسبعطاش هو طبعا اجابا ديل للمعيار الدولي المحاسب المؤقت اربعة اللي تم اقراره في الالفين واربعة هذا المعيار بيقوم على عقود التأمين بشكل عام اللي هو بغير او بأثر على عرض البيانات المالية التقليدية وبعترف بالخسائر والارباح لعقد التأمين منذ اول يوم هذا المعيار طبعا اجاب مشان تناول ثلاث مواضيع اساسية اللي هو الو بي ار او الرسوم على شركات التأمين تناول الاحتياطيات الفنية والعجوزات اللي فيها وتناول الذمم بالتعاون مع معيار تسعة معيار هو اكثر دقة اكثر شمولية في كل لحظة من اللحظات بعكس بعكس توقيت وحجم التدفقات النقدية اللازمة للإيفاء بعقود التأمين الموجودة وبالتالي هذا معيار مهم وخطير وهذا بده يكشف كثير من آليات عمل شركات التأمين الشركات اللي كانت تشتغل بطريقة صحيحة ومنضبطة اكثر بتبين بتستوعب هذا المعيار والشركات اللي لا تقوم على اسس علمية انا بحكم عن قطعة التأمين بجوز تتعرض لا تعثر معين بسيط وتمحله فيش ايش ما بنحل انا اللي بدي اكد مرة تانية مرة تانية انه كلمة الانهيار هذه كلمة خطيرة وبتخوف ومش معنى انه الوضع وردي ابدا ابدا هو مش وردي ولكن ليس سيء وليس كارثي نحقق ارباح نوزع ارباح كل شركات التأمين بتتطور انتاجها تطور مبيعاتها تطورت حقوقها تطورت يا اخي هل تعلم انه سهم شركات التأمين يتم تداوله بالسوق المالي الفلسطيني بالبورصة من ضعفين لثلاث اضعاف قيمة الاسمية يعني مثلا قيمة الاسمية دولار بتضاول كل شركات التأمين اثنين ونص ثلاثة ثلاثة ونص اربعة اربعة ونص في حين البنوك كل التداول في اشي اقل من واحد دولار يعني اقل في بنوك اقل من القيمة الاسمية في بنوك تساوي واحد في بنوك تساوي اثنين وبالتالي حتى سعر السهم لشركات التأمين هذا معناته بيشجع المستثمرين ويستثمروا في قطاع التأمين